بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم وعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من قناة المونت ساسي بنبيل وسلسلة استلام الاعمال هنتكلم النهاردة عن استلام اعمال التغذية اللي هي المية اتمنى قبل ما نخش في الحلقة تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفحيل الجرس عشان نصلكم حلقتنا بازن الرحمن الموضوع بتاعنا سهل جدا استلام التغذية اللي هي المواسير المية اول حاجة طبعا انا باجا اركب المواسير بتاعتي استلم ازاي ما ييجي مثلا سباك قولك تعال استلم اول حاجة لازم اتأكد من شرب والمنسيب المخارج بتاعتي يعني على اي منسوب سواء محبس على اي منسوب سواء الله ما صلى على النبي حنفية على انهي منسوب سواء مثلا الدش الشاور على انهي منسوب الكلام ده اتكلمناه في حلقات سابقة فارجعه للفيديوهات بتاعتنا هتعرفوا المناسيب بالنسبة لكل المخارج لازم تتأكد تبقى للمخطط من اكتر المواسير ازا كان اتنين بوصة تلاتة بوصة اربعة بوصة تلات اربع نص بوصة الكلام ده كله لازم تتأكد منه تماما وتبقى عارف اللي الرئيسي بوصة اللي النص تاني نص بوصة الكلام ده كله اربعة بوصة على حسب المخطط اللي انت هتشتغل بيه ما تخليش اي صنيعي يشتغل من دماغه دي ايه تاني حاجة تاني حاجة ده انت تتأكد من اللحمات يعني من 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 نظر كده تتأكد اللحمات مفيهاش اي مشاكل تمام وتأكد اللي الجلب مزبوطة مفيش اي شكل غير لطيف زي ما بقوله في اللحمات بتاعتك وطبعا حاجة اسمها التحبيش على المواسير اللي هي ما يبقاش فيها فراغات لا من قدام ولا اه من ورا ده بالنسبة للتحبيش طبعا بعد كده واهم حاجة انك تبدأ تقول للسباك او المقاول اضغط لي اضغط لك المواسير التغذية عن طريق طبعا فيه زي مكبس كده ضغط تضغطها في حدود من خمستاشر الى عشرين بار بتسيبها لمدة اربعة وعشرين ساعة ممكن اقل من كده لو حصلت تسريب في اللحمات بتبدأ تعالجه قبل التشطيب تمام وبعد كده بتبدأ تركب الاجهزة بتاعتك فاحنا الحلقة بسيطة لازل رقم واحد تتأكد من المناسيب بتاعتك وارتفاعات كل من المحابس وماكن اللي هي السخن والبارد سواء للشاور او للاحواد تتأكد من اقطار المواسير بتاعتك لازم تتأكد الاقطار مظبوطة تبقى للمخطط عشان ما تجيش تركب اكتار مش مظبوطة تلاقي ضغط المية عندك مش مظبوط فدي مهمة يعني مش كل من المواسورة تكبر كل ما تبقى انت مبسوط اللي المية هتنزل بزادة لا بالعكس يعني فلازم تتأكد من اكتار مواسيرك مظبوطة لازم المواسير ما يبقاش وراها هوا يتكون متحبشة حواليها كده عشان تكون مسكة نفسها لازم تتأكد كده بالنظريا باللحمات اللي موجودة اللي هي ما فيش مشاكل فيها تبدأ تضغط من 15 الى 20 بار بالنسبة المواسير التغذية وتسيبها لمدة 24 ساعة اللي تأكد اللي هي تمام بعد كده بدأ ركب القطعة الصحية دي مراحل استلام التغذية او الحاجات الاساسية اللي انت بتبص عليها بالنسبة لاعمال المية والتغذية الحلقة كانت بسيطة اتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة تفعيل الجرس عشان اصلكم حلقاتنا بازم الرحمن كان معاكم مهندس ايسم نبيل ويومكم سعيد اشتركوا في القناة